مرحبا بكم وكي مارا كنت شاهدوا اليوم كنا زرنا المركز التجاري السينية ونوقفنا على مركب لمجموعة قاعة سينيما مولتي بلكس اللي بادر بها شركة جولد سينيما وحنا هاد المشروع مولتي بلكس رفقته وزارة التقافة ودعماته خاصة على مستوى الخبرة وعلى مستوى المادي كذلك استنجان لاستثمر في هذا المشروع التقافي والوزارة رفقته باش يكمل وان شاء الله يكون اضافة حقيقية لسكان والمواطني ولاية وهران كنا ايضا وقفنا على قاعة المسرح النملة اللي هو مسرح خاص اول مشروع مسرح خاص في الجزائر ايضا لمستثمره الخاص لرفقاته وزارة التقافة كما ركوا تشاهدوا باللي اليوم العلاقة بين ما هو ممومي او ملك للدولة وما هو خاص ما فيش اختلاف كل مشروع يحدد او يتحقق في الجزائر هو مشروع وطني ولخدمة لخدمة المواطنين الجزائريين خاصة والتقافة الوطنية كذلك كان سؤال حول قاعة سينما طبعا دي قاعات سينما ايضا عندها مشروعها الخاص وايضا يدخل في استراتيجية الاستثمار الاقتصادي اللي باشرت بها وزارة التقافة اليوم كين نوانا غيبارتوري هادو لسال دو سينما كين يراهم ملك وزارة التقافة وعددهم تقريبا تمانين قاعة مجملهم رح يكونوا أبغل السال اللي غادي يبقاوا لمتحف السينما بولا سينما تك لكن البقية كلها رح تدخل في الاستثمار وراح اذك دكاية شارج بوغ لجن زختيس اللي حابين يستثمروا وياخدوها للاكسبلوتاسيون كين قاعات اخرى مش ملك الوزارة التقافة هي ملك للبلديات هناك تنسيق اللي ربما شاهدتوا بلي قانون المالية الاخير يبادر ويمنح هذه القاعات لوزارة التقافة دوك العام الراه جاري وراه متوقف على مستوى وزارة الداخلية لاسترجاع هذه القاعات طبعا هذه القاعات احنا ما رحش نحتفظ بها رح تدخل في نفس الاستراتيجية في نفس السياق كي تدخل في نفس الاستراتيجية كي تدخل في نفس الاستراتيجية كي تدخل في نفس السياق هذا الفون رح يسمح لهم ورانا ضلنا جلسات عمل مع مؤسسة المنتدبة لمؤسسة المصغرة في اطار منح هذه القاعات السينما لمجموع المستثمرين الخواص اللي حبينهم احنا في الوكاية شخص تعنا يكونوا تكون اولوية للفنانين من المجال السينما والقاعات لا تحيد عن نشاطها الحقيقي وهو السينما وفي نفس الوقت تقدم خدمة حقيقية وتكون استثمار حقيقي كان اكتر من 30 فيلم انتجاته وزارة التقافة من الصندوق تعدعم الانتاج السينما وما شاهدوش طبعا الاسباب كثيرة وما غديش اليوم النوم ما غديش نحاكمو ما حدث في الماضي الاسباب مرتبطة بعض الاحيان بالمنتجين احيان اخرى بنقص التوزيع او نقص اللقاعات وما شاكسين ما لكم عارفينها في الجزائر ما رحش نكتشفوها اليوم اليوم جيت الوهران جيت الوهران اولا بل انه حبت تكون وهران نموذج نموذج حقيقي لمنعرج حقيقي للثقافة في الجزائر هذا المنعرج رح نوضعه تحت بند او اسم الاستثمار التقافي او الاقتصاد التقافي اليوم حبين تكون التقافة والسينما على رأسها شأن الجميع شأن جميع الجزائريين سواء كانوا من ارباب العمل او يكونوا مواطنين عاديين او يكونوا فنانين كما تعلمون هذا جعل التقافة شأن جماعي للجزائريين هو اللي غد يخلي كل جزائري يمتلك حق حق استهلاك التقافي عندما اقول حق استهلاك التقافي عندما اقول حق استهلاك التقافي عندنا الحق في المسرح الحق لدخول قاعات السينما احنا باش ما نقعدوش ننضر كثيرا ونعاودو حاولنا نكونوا عمليين يعني نباشر المشكل بشكل عملي جدا هناك بعض المستثمرين اللي هما بطبيعتهم ما نتدريش منه اننا ندروا لهم دروس حول اهمية التقافة وغيرها هما بطبيعتهم يحبوا التقافة وحبين استثمروا فيها الوزارة رفقتهم بدون عقد بدون أي sans complex sans taboo وزارة رفقت مستثمرين خواس اللي هما بحاداتهم كتسبوا خبرة وكتشفوا كل الممكنات الاستثمرية في الجزائر خاصة au niveau technique باش تديراً ملتپlex تح سينما سا دمان نزحفر تعاليس وغيرها ومن حسن حدنا نراك تشفنا بللي هدل ساوار فرق وغيرها في الجزائر اليوم احنا دورنا كوزارة في دل هذا الشح المالي لعيشته البلاد حابين ان تكون المستثمر الخاص يكون عنده دور حقيقي في تفعيل الفعل التقافي ربما مسرح وطني ولا عمومي يقعد ثلاث سنين باش يبنى وباش يجهز بحكم اشياء كثيرة لكن مسرح خاص راح يمكن ينجز بسبعة شهر لانه صاحب المال هو نفسه اللي ياخد القرارات هو نفسه اللي يمدي هو نفسه اللي يجيب العمال هو نفسه اللي يخلصهم دوك سيبوكو بلو فاسي الاستثمار في الخاص كفي الجانب الاخر دورنا احنا كوزارة اليوم سيكوا اننا نخلقو هاد شبكة تاع الكفاءات تاع المهارات لكتسبوها هذه التجارب لندارة اليوم في وهران باش تعمم وتظهر في ولايات اخرى ومن حسن حدنا كما قلت اننا عنا مستثمرين محبي للثقافة وحبين انهم يساهموا يكونوا شريك حقيقي في هاد العملية على سبيل المثال عنا مشروع عشر مسارح خاصة على مستوى الفنادق اول مسرح خاص في فندق تمراصة رح يظهر في نهاية الشهر هذا ايضا اندار بمساهمة الخبرة اللي اندارت في وهران تاع مصرحه النملاك تشفو باللي يقدو يديرو البقاعد بانتاج وطني حتى الازولاسيون هذه تندار بكفاءات وطنية دونك انا تو باش تكون عنا صناعة تقافية حقيقية يساهموا فيها كل الجزائريين وتساهم في بحث الاقتصاد الوطني وهذا هو الهدف تعنا درو بوافر لكارتلوندا يوجد كاين من بلاتفاغ من نميريك دو كل بوافر بطاقة الفنان كاين منصة رقمية مكان شادي جيل وزارات حوطو الدوسي وقارعو خصك ورقا وراحة تيطو دو كل شي ره منصات رقمية في وزارة التقافة بطاقة الفنان بطاقة لاندا بطاقة تقنية السينيما زيدوليب كل بطاقة اللي تحصو عليها من وزارة تقافة تحصو عليها منصات رقمية تحصو عليها منصات رقمية هذا هو الهدف تحصو عليها منصات رقمية لأننا رجعو لحالة الفناني هي طبعا هم اسماء كبيرة هم على رأسنا طبعا وصف غير لاندا عندها القدرة باش ترافق هاد الفنانين اليوم رأني طلبت ورأنا في مديرية التقافة لوهران وهي إضافة جديدة وحقيقية وكبيرة لمدينة وهران طلبت من المديرة أنها دين مكتب خاص بالفنانين يعني بمشاكل الفنانين فقط المكتب مهمتو أنو يتلقى كل المشاكل اللي يعاني منها الفنان و بسكول ما يمكنش أنو الفنانين بقو هاملين هكا وحدهم يحوسو علي المعلومة قوش يا دروات يفوليزا كيير ووعدتني المديرة بأنها تفتحد المكتب وكيير البروبلم لأنه نرجع لي مشاكل الفنان بشكل عام لأنه نحن نحن نتحدث أن الفنان عنده مشاكل ووضعه سيئ ووضعه سيئ لأنه ما فيش قوانين تأطر مصاره المهني أعنا المرسوم التنفيذي سينظم علاقات العمل تعلق الفنان مع الشركات اللي تشتغل معه ولا المنتجين اللي يشتغلوا معه من شأن هاد المرسوم التنفيدي اللي رح يخرج نومالما prochainement انشاء الله عن قريب رح يخرج هاد المرسوم التنفيدي رح يكون حماية قانونية للفنان على الأقل quand il va y faire des contrats مع des producteurs هاد المرسوم التنفيدي رح يأطر العلاقات العمل الفنية والمسرحية وفي الموسيقيين كل هاد رح يخلي اكتر يتمتع بحماية اكتر لكن اللي رح يفتح له المجال اكتر ونعاود نرجع لها باسكو ستونشان هي سلسلة هو هاد الاستثمار الاستثمار التقافي اللي حابين نبحتوه على مستوى القطر الوطني كونت يادي تخافاي فنان ما يحتاج انك انك تتصدق عليه ولا فنان مبدع يحمل امكانياته في نفسه خصنا منحوله فورس العمل وناني نراهن انه اليوم المستثمرين الخواص بفتح هذه الفضاءات التقافية الكبيرة راح تكون فورس عمل حقيقية للفنانين دونك حابين الاستثمار نان سلمون في الفضاءات لكن حتى في الانتاج الفني يدخل فيه حتى المهرجانات رانان نخدموا دكا يتشارج باش المهرجانات ايضا يساهموا فيها البريفي ولما لا تكون في مهرجانات يبادروا بها تبادر بها مؤسسات خاصة ومستثمرين الخواص ونحن كوزارة نرافق هذا من خلال تقطير باش الامار تكون تكون منظمة وتكون محترمة للدوق الجزائري خاصة برنامج بحل عبيض متوسط كين كين لجنة مختصرة تخدم بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وين الوزارة الثقافة بان كين نعطوك يعني فسحولك البرنامج الى حد الان ما راش كلوتوري كين مجموعة من المقترحات لكن المهم انه في هاد هاد البرنامج كل الممكانات الثقافية للمدينة خصها تبرز وتبرز بقوة لانه الهدف الاخير انه تصبح مدينة وهران قبلة سياحية احنا غادي نضيع درهم كبار واركو تشوفوا باللي البلاد راي تصرف الملايين لتجهيز ما يمكن تجهيزه لاستقبال واحتضان هذه الالعاب لازم الفايدات تكون لولاية وهران بعد ذلك بعد هذه الالعاب تصبح وهران قطب سياحي في البحر الابيض المتوسط بامتياز ونظن باللي هذه المجازات الثقافية راح تساهم لجلب السائح السائح البحر المتوسطي انصح التعبير السائح الاوروبي والعربي كذلك الى وهران ديجا وهران راي قطب سياحي بامتياز في الجزائر حبينها انها تبلغ المكانة التي تستحقها وانها تكون قطب سياحي في حوض البحر الابيض المتوسط اذا الزوغاني غات هدو الجو مديترانيان فانا اقولكم راح بزالي غاتي بسك تخي غون دوبورتونيتي هدو الفرصة تعلق المحر المتوسط هي فرصة لإقلاع سياحي واقتصادي للمدينة لازمكم تستغلوها احسن استغلال طبعا كما قلت الملف تم سحبه لانه كان ضعف ولو ما سحبتوش الوزارة كنا راح نزيدو انقوغ ونتأخروا كان راح يرفض اولا وهذا ما نتمنوش الملفات وفي نفس الوقت كنا راح نستنو ثلاث سنين اخرى باش يتكون عنا الحق لوضعو من جديد فضلنا اننا نستحبوه باحترام ونحترموه انفسنا وفي نفس الوقت كان فيها فريق عمل كبير فيه باحثين خاصة من مدينة وهران وعلى رأسهم الحاج ملياني ليساهموا في تعزيز الملف لكن خسكم تفهموا حاجة باللي انتم ممسؤولين على نجاح هذا الملف لانه من بين الاشياء المطلوبة في الملف انه خس يظهر اهتمام جمعوي للمجتمعات للمجتمع المدني لجمعيات المحلية خاصة لجمعيات المحلية بهذا التورات لازم يظهر من خلال من خلال برامج من خلال الملفات اللي تندار في الجرائد اللي تندار في المجلات خص بغموان تاباج ميدياتي كيندار باش يظهر باللي هذا الرأي حاجة حاجة مهمة بالنسبة الجزائريين وجزء من من توراتهم ومن ثقافتهم دوك هذا هذا الظهور هذا الظهور تعالراي هذا الظهور عندما تحدث الظهور بمفهوم السياسي يعني الظهور الإعلامي هو اللي راح يحسس خدشو ما ميراقبوا وميشاهدوا أسكو هذا ميلف فقط الوزارة رايح حطاتوا باش لشيء في نفسها واللف فيهو عبارة عن حدث تقافي حقيقي موجود في البلد دوك مرميزوا ويشاهدوا بل يفو فاغ يفو نوزايد دون والله هذه المعلومة تاعة استقطاب فنانين جزائريين أنا كنت اكتشفتها مثلي مثلكم على الصفحات فيسبوك كما اكتشف اشياء كتير هذه الأيام الأخيرة لكن ما كانش فيها ما فيش مشروع لترويج سياحي لأخر وكان كما شاهدت سبوت على مدينة الجزائر شارك فيه الفنان كادر جابوني وهذا السبوت قام به هو متطوع وبالمجان حاب يروج لمدينته مدينة الجزائر بعدها درنا نضخ سبوت على مدينة مليانا بعد سنة مدينة مليانا توراة وطني اليوم نماشي حاب كل فنان لكل مدينة مدينة وهران مدى بنا ان جران تاختيس من وهران يروج للتوراة التقافي للمدينة لكن فكرة لماذا ندير مشروع كبير للترويج لتوراتنا سياحيا وهذا خاصة لمدينة وهران وحنا على أبواب البحر المتوسط شكرا على السؤال وي سؤال طبعا نركز على فكرة نتمنى أنكم استوعبتوها بشكل جيد وهي أنه اليوم وزارة التقافة تعمل على فتح الأبواب للاستثمار في المجال التقافي لكن هذا ما يمنعناش أنه من مهام وزارة التقافة أنها تعمل على مساندة كل المشاريع لتخدم موروطنا التقافي ربما كان بعض المشاريع لا يمكنها في يوم من الأيام أنها تستهوي الخواص سنان دايما هذه مسألة مهمة مش كل المشاريع التقافية لما تكون ربحية لا تستهوي الخواص هذا هذا لا يمنعش أنه وزارة التقافة تحتفظ بنفسها بإنتاج الأشياء التي أو المنتوجات التقافية التي تراها مناسبة لدعم تقافتنا الوطنية لبحث اللحمة الوطنية لترويج لتوراتنا كي نظن بللي وزارة التقافة رح تبقى دعم دائما مثل هذه المشاريع لأنها تعزز مفهوم التقافة لدى الجزائري وتقدم الخدمة خدمة 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 وطنية لكل المواطنين لاستهلاك الأشياء التقافي أما بقية المشاريع الكبرى نحن فهم كنا مراهنين على المستثمار الفيلم العربي بن مهيدي رح يظهر عن قريب أنا كنت حبت يظهر بمناسبة عيد النصر والشهر مارس أيضا يشهد تاريخ استشهاد العربي بن مهيدي نحن رح نعمل إن شاء الله إن شاء الله أب ربي لأنه رح درنا برنامج برنامج سينمائي خاص بكل قاعات سينما رح يظهر يوم 13 مارس رح يبدأ يوم 13 مارس على مستوى الوطني هذا البرنامج وفيه إن شاء الله رح تشاهدوا كل الأفلام لما لما ظهرتش لحد الآن لما شاهدهاش الجمهور الجزائري وعلى رأسها فيلم العربي بن مهيدي شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر